موسيقى 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 الشيخ مسيقى الوحل موسيقى موسيقى الموسيقى جمهور البطور المصرح إذا كانت حزيني دائما أنا كممثلي بحاول أدور على الإش اللي هو المفرح اللي بيعطيه أمل اللي بيعطيه إحساس أنه ممكن يلاقي حل للقصة أو للإش اللي مرقو سهارة أنا بعرف طبعا أنه يعني بدي يكون تلقائية عندك مية بالمية شغالة زي ما بقوله ونفس الشي يعني الكيميا بينك وبين الفنانين المشاركين بهالقصة مزبوط هذا المسرح مبني على كيميا بين الفنانين أولا قبل الجمهور إذا الفنانين ما كانش في بيناتهم كيميا بصير في خربطة وبيصير واحد يطلع الثاني زي كأنه ياخذ محلو فكثير مهم إحنا بنعمل لقاءات كمان خارج نطاق العروض تابعونا وبنشتغل فيها على كيف إحنا نقدر يكون في بيناتنا تناغم زي كأنه في الفرقة قبل ما نطلع العروض خلينا نرجع طبعا للتمرين يعني كثير التمرين خاصة للتلقائية بدأت تكون كمان تلقائية يعني ما في نص مكتوب مصبوط إحنا بناخذ القصص اللي إحنا كمان بنمرقها هيك كمان إحنا بيكون في بيناتنا تقارب فإنه بنتعرف على بعض أكثر وكل حدا بيسمع قصة الثاني إن كانت حزيني أو مفرحة وكمان بتكون القصص تلقائية وصارت معنا في حين أو في آخر ومنمثلها برضو في طريقة تلقائية سهر أنا بعرف كمان يعني لو في نص بتمثلي مع نص كمان مع ديكور مع ملابس هون طبعا ما في ديكور ما في نص ما في ملابس شو أكثر إشي مميز يعني هون بديكون إضاءة وموسيقى كل هاي الشغلات الحلو هون إن أنا كممثلي بغدر أخذ حالي لأي شخصية ممكن تكون بغدر أفوت في أي جو في أي نمط ممكن يكون وعند الحرية تامي كممثل إن أخطر أي شخصية ما أنا بدي إياها وهذا الحلو في هذا المصرح إنك أنت بتكونش مستعد لشو الجمهور بدوا يحكي لك إنما هيك مع العرض تطلع معك إشياء اللي هي بحسب القصص اللي نسمعها أكيد يعني القصص بتكون مفاجئة دائما المرات مثلا الكوميديا عالم الكوميديا سهل أكتر الدراما يعني بتلاقي حالك مثلا بمشهد حزين والقبالك اللي أعطاك القصة عم بشوف حاله فيك هناك مزبوط وكثير مرات هاي الشغلة بتأثر فيه عشان هي كثير مهم إحنا كمان كممثلين بعد العرض يكون في عنا هيك زي نوقف نحكي أكون من دقيقة بعد العرض نعمل اختتام نشوف شو إحنا حاسين عشان نقدر كمان إحنا نتعامل مع القصص اللي اسمعناها سهرة شو مشاريعك لقدام يعني بنعرف إنه عندك مثلا مشاريع خاصة كمان أنا بمثل وحاليا بشغل على مصرحي في الرملي رح تطلع كمان لطلاب الثانوي في مصرح الحياة غير هيك في عندي كمان مصرحيات أطفال بمثل فيها وفي كل مشروع بوصلني باخده دغري يعني موضوع الأطفال موضوع أنا بقول دايما شائك جدا لأنه بده كتير كتير انتباه لشو عم نوخد لغفل طبعا بتلاقي حالك أكتر بالمسرح العادي ولا أطفال؟ بلاقي أكثر في المسرح العادي أما لا شك إنه مسرح الأطفال فيه إله سحر خاص فيه إذا شغل مضبوط طبعا الليلة طبعا بتمرة بمركز الشيخ زكي دياب بحكيلي تحكيلك رح تحكيه كتير إحنا طبعا بدي تحكيلي رقم من واحد لسبعة ومثل شعبي بانتظارك نقصه كلمة واحدة وبس ستة رقم ستة ليش ستة؟ أولا إحنا ستة أفراد في العائلة وستة بحسوا هيك رقم حظ لأنه زوجي الله يخليه هنا عزيادة دايما اللي ببلاش يا سهارة كتر؟ منه أيه سهل جدا طلعوا لها بلونات لسهارة سهارة أبركن من عسفيا بتمنى لك كل التوفيق وأيضا اليوم يعني بحكيلي تحكيلك بهالمسرح التلقائي كمان ممكن إنه تريحوا كتير ناس يحكوا قصة لأنه إحنا عنا الكبت مرات نكبة قصص حزينة بتهكي طبعا بتريحوا الجمهور والجمهور ممكن إنه يطلع من هون مرتاح إنه شاف قصته أكيد إن شاء الله إحنا رح نكون عند حسن نظن الجمهور ونقدر نوصل لكل حدفيه الموجود شكرا إليك شكرا لاعب هجوم تاني بالمسرحية اليوم احكيلي تحكيلك وبسعدنا يكون معنا الفنان الممثل صبحي حسري تحياتنا إلك وأهلا وسهلا فيك تحياتنا إلك بسيم ولا يعني صبحي كتير من المشاهدي قناة هلا ممكن ما بعرفوا مسرح البلايباك اللي كتير كتير بقوي اليوم الناس عم بتحب تكون بمسرحياته بطبعا أمسياته احكي لنا عن احكيلة أحكيلك اليوم بطمرة اليوم اللي بميزه العرض اللي هو الموضوع الأساسي تاعه بشكل عام بيكون في مواضيع أساسية للعرض تقبل الآخر حتى الجمهور رح يكون مختلف ذوي إحتياجات خاصة ممكن يكون الدعوة عامة فإحنا كمان منتحضر كممثلين ما قبل العرض لهذه المواضيع للي ما بعرفش شو يعني بلايباك اللي هو رجوع للماضي بذكريات في قصص ماضية الماضي البعيد أو القريب فإحنا منكون في ترجمتها في لغة مسرحية كمشاهد مسرحية طبعا هذا يعني مجبر أنه يكون مع مشاركة الجمهور بحكي أو بشركنا بعض الثقة في قصته الشخصية فإحنا منترجمها في لغة مسرحية يعني صبحي أنت عندك خبرة كمان بالمسرح مع ناص مسرح مع ديكور مع ملابس مع مكياج هنا الإشي إنه القصة بتخدوها من الناس قاعدين بعطوك القصة ممكن تكون حزين ممكن تكون دراما ممكن تكون كوميديا أدوين بتلاقي حالك أكتر بالدراما ولا بالكوميديا يعني هذا السؤال اليوم بقدر أتعامل معه إنه ما فيش عندي جواب عليه لإنه حتى في الكوميديا إحنا مندور على الدراما عشان تطلع الكوميديا عشان هيك تطلع التسميات تعطي الكوميديا السوداء فهذا شرح مطول إنه مرات بشوف حالي هون ومرات بشوف حالي هون حسب النفسية كمان شو بخدم نفسيتي لأنه بالآخر أنا عندي رغبات في في وين حاب حابب أكون فما في عندي عن جال جواب قاطع إنه هون أو هون أديش تلقائية بدأتكون عندك شغالة مية بالمية لتكون طبعا بهذا المسرح وبنفس الوقت يعني أديش كيميا بينك وبين اللاعبي الهجوم من الآخرين على المسرح بتخيل كل الحواس لازم يكون شغالة زي مزيق أعرض تاني أضف إلى ذلك للافتجال للافتجال إنه أنا أول إشي التركيز لازم يكون على كل التفاصيل والشعور اللي بيحكيه اللي بيقص الكصة أو اللي بيحكيه على شعوره على التفاصيل على كمان اللي ما ينحكاش ليه بديوا يحكي الكصة ففي فلسفة أكتر إنه أنا أتعمق بليش حكي هاي القصة وشو السبب شو اللي متخبي فإحنا مش محلليني نفسيين ولا معالجين ولكن علينا مسؤولية إنه إحنا جد نصغي بشكل واعي وكافي حتى نجبله إيش هو كمان يعني المرات كتير خط أحمل إنه إحنا نفوت في خصوصية معينة فإحنا نكون كتير حساسين عاطفيا إحساس لشعوره للشخص ونكون كمان عنا قدرة الارتجال إيش ينعمل وإيش ما ينعمل يعني إحنا بنعرف إنه بطل القصة أو بطلة القصة موجود أمامك كيف بتلاقي ردة فعلهن لما بشوفوا حالهن فيك أنت كممثل على المسرح بتلقائيتك بشغال كل حواسك تعطيهن قصتهن بطريقتك بحس إنه أنا بعمله زي نوع من خدمة معينة لأنه يشوف حاله من منظور مختلف مراي معينة ممكن بالنتيجة ممكن أحرر له شغلات معينة بسموه كتارزس أو تطهير لشغلات معينة أحيانا فهو مرات ممكن يكون يفوت فيه إشي علاجي بدون قصد بس إحنا مش معالجين كمار مرة وبردر أحكي لك إنه إحنا اليوم في زمننا كتير بحاجة لهذا التحرير خاصة في هاي الطبق بتلاقي إنه مثلا الجمهور اللي مشارك بالبلايباك أو بإحكيلي تأحكيلك مثل اليوم بطمرة بتلاقيهن إنه طلعوا مرتحين لما حكوا قصتهن اللي كانت مثلا مكبوتة عندهن مخباية عندهن ما حكوا عنها لحدا اليوم حكوها علملة قدام الكل لا شك لا شك دائماً فيه تخوف بكون ما قبل العرض ما بعد العرض فإنه كأنه صلنا في محلة ثقة إنه إحنا نغضر نجيب له النتيجة على أفضل ما يكون أكيد فناننا صبح حسري بنهاية كل لقاء معنا اختيار رقم من واحد لسبعة نشوف شو طلع لك وشو الرقم اللي بتحبه يلا سبعة تحب رقم سبعة ليش في سبب؟ سبعة هو السماوات السبعة السبعة والشاكرة سبعة أيام الأسبوع سبعة دورة كل سبعة سنوات بسير فيه زي تدوير معين دورة طبيعية يعني كتير رقم شرح يطول على رقم سبعة ورقم سبعة رقم النصر معروف دائماً رقم سبعة رقم النصر بيقول لك المثل البنت بلا حلق يعني كتير بنات اليوم بطلت موضة بحطوش حلق بحطوها ممكن بالأنف أو بمكان آخر البنت بلا حلق زي الدالية بلا شو؟ والدالية طبعاً عارف شو أنت بتعطينا عناب وكمان شغلة نستعملها بالطبيق البنت بلا حلق زي الدالية بلا؟ البنت بلا رز يعني؟ مش الرز الرز بحطوه بال الرز بحطوه بالكوسة بالدوالي بالزبط الدوالي بلا دوالي؟ بلا دوالي؟ لا مش دوالي بلا 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 ورق دوالي؟ صح ورق هي هاي الكلمة فالبنت بلا حلق زي الدالية بلا؟ ورق وإسه تقريباً يعني بتبلش هيك بالربيع الورق تطلع ورق الدالية بقوله ورق جديد أخضر ألف صحة وغنى؟ يعطيك العافية صبحي شكراً إلك لللقاء الحلو شكراً لكم مشاهدين على قناة هلا بسعدنا يكون معنا السيد طارق عواد أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا الله يعافيك يا هلا أنا بعرف قبل ما نحكي على بلاي باك وعلى أحكي لتأحكي لك بدنا نحكي على فبراير اللي هو شهر شباط اللي قرب ينتهي وقديش كانت فيه فعاليات حلوة؟ طبعا شهر فراق أول شي خلان بلش هيك شهر شباط هو شهر مميز بالسنة أول شي هو الشهر الوحيد اللي فيه 28 يوم أو كل 24 29 يوم باقي الأشهر بالسنة 30 أو 31 يوم فهو شهر مميز ولازم يكون لفئة مميزة من الجمهور اللي هي فئة ذوي القدرات الخاصة أو ذوي الهمم فإحنا بنعمل أجمل فعاليات لجمهور خاص في شهر اللي هو شهر خاص واليوم طبعا كمان العرض يعني الجمهور رح يكون مختلف أيضا والفكرة فكرة التقبل الآخر بمسرح كمان تلقائي جدا ونعرض مشاكل ممكن لناس على طريقة المسرح بالبلاي باك حتى المسرح خاص يعني شهر خاص فعاليات خاص هو المسرح خاص مسرح البلاي باك هو مسرح اللي أنا كثير يعني برط بتفيه أو بحب هاي النوع من المسرح أو الشكل المسرحي هو عمليا الممثلين بيسألوا الجمهور أسئلة معينة والجمهور بقعدوا إيجاب أو الممثلين طبعا بعد ما يسألوا الأسئلة أو يأخذوا معلومات من الجمهور بقعدوا يمثلوها على المسرح بطريقة مضحكة بطريقة جدا ممتعة واليوم الأسئلة رح تكون حاول تقبل الآخر بالذات لأصحاب الهمام عشان نعرف الناس أكثر عن حقوق هاي الناس وكيف هي لازم تتعايش بمجتمعنا سيد طارق قديش مثلا التلقائي بهذا المسرح بتلفت نظرك هيك إنه نشوف مثلا قصة بس يعطوهن طرف الخيط للفنانين منشوفها قدامنا بكل تفاصيل همارات حتى اللي قاعدين كجمهور بيكونوا متفاجئين والمفاجئة مشوفها على وجوهن أنا باعتبر إنه الممثلين في مسرح لبليبك هم أناس عباقرة يعني أنا شهادت هذا النوع من المصر عدة مرات وكل مرة بالفعل كيف تفضلت كان يحكوا طرف الخيط ويقعدوا يعملوها بشكل اللي هو جدا رهيب كأنه هن عايشين مع الإنسان والإش الأروع من ذلك إنه بيعطوه أو بلقوها في طريقة ممتعة وطريقة مضحكة أكيد بتلاقي إنه حتى اللي قال القصة ممكن يعني زي كأنه كان عند دكتور نفساني حكى قصته ارتاح طبعا لإنه هو بأخذ القصة تبعته عن طريق إشي مضحك حتى لو القصة كانت محزني أمرأ الواحد بيحكي قصة محزني ولكن لما تتمثل قدامه بطريقة فهو من ناحية نفسية أول إشي بشعره كأنه هذول اللي بمثلوا هن معاه لأنه هن بمثلوا قصته ولكن لما بيشوفها بمرآة ثاني بنوع ثاني إنه هي تحولت من حزن إلى ضحك وكل الجمهور بضحك وكل الجمهور بتفاعل فهذا الإشي طبعا رح يخفف عليه زي الإفكت اللي بأخذه من الدكتور النفسي طبعا على كل حال يعني سعدنا بلقائك سيد طارق بدك تختار رقم في نهاية كل لقاء من واحد لسبعة ونشوف شو حزك أنا دايما باخد سبعة بس بتأمل هاي المرة سبعة سبعة مش رح تغير لا سبعة 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 بيقول ومتى الحلو كتير لو كانت طول مهيوب ما اخترعوا للقصيرة شو ونشوف كتير ستات لابسينها أنا بتوقع أول مرة بسمعه بس حسب الوزن ثوب أنت بالطريق الصحيح هو بالأزياء ولكن الطول طبعا القصيرة اخترعوا لها للمهيوب يعني انتبه المثل المثل فيه على وزن مهيوب لو كان الطول انت شو بقول المثل لو كان الطول مهيوب ما اخترعوا للقصيرة من كعب جمعها كعوب كعوب طلعوا له بالونات أنا صراحة أول مرة بسمع هذا المثال ولكن حلو تعلمنا ودائما طبعا رح نطلع لك بالونات سيد طارق شكرا لكم 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 شو رأيك بالمتى ديق أخلاقي في كتير ناس بطل عندها أخلاق تتحمل شغل صغيري ياوي راح صاقي وسماقي وما بقي غير ديق أخلاقي هذا اللي أفكر فيه مع أصحاب الإعاقات إنه قداش يعني الإنسان عنده كل إشي مرات ودايكان أخلاقه ومرات إنسان هل قد ناقصوا أشياء وغادر أعيش تمام نتمنى لهم كل خير نتمنى لك إليك كمان كل النجاح شو مشاريع جديدة راحيك يعني نستغل وجودك معنا على منصة قناة هلا اسمع حاليا أنا كان عندي مشروع مش زمان مصرحية أصوات اللي هي كلها على كل موضوع العنف داخل العيلة والقتل النساء في عندي مشاريع في في عندي إشي عم هيك عم بيصير بس بخاف أحكيت أن يصير إحنا ناطرين طبعا وقناة هلا جاهزة دائما رحيك حسلمان يحي يعطيك ألف حالف شكرا إليك يساعدك يساعدك باسيم أهلا شكرا كتير لإلكو على شغلكو هذا عن جد رسالة يساعدك شكرا كتير بساعدنا مشاهدينا يكون معنا لاعب الهجوم الثالث على المسرح وطبعا تلقائية غير شكل الفنان الممثل عبيدة زيد أهلا سهلا فيك أهلا باسيم يعني عبيدة طبعا أنت اللاعب الهجوم الثالث ولكن كل واحد دوره يعني من الجمهور إحنا بنواخد القصص وعملين فيش دور هون هذا الحلو في الموضوع ومختلف شوي إنه إحنا عمليا بنواخد قصص من الجمهور بس بيكون منطفقين على عنوين معينة قبل العرض مثلا إذا صاحب العرض بده يحكي عن موضوع معين ومرات بيكون إشي مفتوح يعني حسب شو الجمهور حاب يحكي وإحنا هدفنا إن نكون مركزين مية بالمية مع كل قصة مع كل كلمة عم تنحكى عشان قدر نجيب مش نجيب الإشي واحد على واحد إنما نجيب الشعور اللي حكى ونمثل قدامه بمشاهد بالضبط يعني قضية التلقائية إذا كمان دك تكون إنت كيميا بينك وبين زملائك وزميلاتك على المسرع بالضبط ولهذا السبب إحنا منمر في ورشة اللي بتكون على مدار أشهر اللي هي إحنا هدفها نتعلم الفرمات ونتعلم برضو كيف يكون بناتنا ديناميكية وكيميا كيف إنت حكيت وعفكرة في كثير مرات ممكن حدا يطلع له مش معك بالكيميا فأنت كمان من مجبور تحاول تتلقم حالك معه يعني أكيد عبيدة قديش بتلقي معتنا اليوم تقبل الآخر هالعنوان الكبير بالنسبة مثلا لذوي الاحتياجات الخاصة اليوم بالحضور رح يكون كتير أكيد رح نسمع كتير قصص أو نهفات صارت معهن ذوي الاحتياجات الخاصة وكيف الناس تقبلت الآخر هنا أنا صراحة بسميم أصحاب الهمم لأنه أنا بعلم مصرح لهاي الأصحاب الهمم وصراحة تجربتي كانت مؤخرا في أحد المدارس مدرسة المنار في قرية عرارة وتفاجأت بالمواحب الموجودة هناك وأنا كسر عندي حاجز موضوع الإعاقة كلمة إعاقة التغت من عندي لأنه صرت أتعامل مع الكل نفس الإشي يعني بعلم بمدرسة عادية ومدرسة المنار بنسبة لكل نفس الشي فهذا هو تقبل الآخر أنه أنا أتعامل مع هذا الإنسان كأنه إنسان زي زيه حلو كتير وإن شاء الله الرسالة اليوم طبعا من خلال هالعرض احكي لي تأحكي لك يحكون كؤسس يعني نستفيد إحنا منها كمان ومثل ما ذكرت زاوي الهمم إحنا منسميهن يضلوا معنا على طول مبسوطين عبيدة بنهاية اللي كانت بدك تختار رقم من واحد لسبعة من واحد لسبعة ثلاثة ثلاثة في سبب ليش ثلاثة خلاص أحب الرقم ثلاثة رقم مفرد هون الحلاقة بالفاس ولا الاعتماد على مين حلاقة بالفاس ولا الاعتماد على يعني كانوا زمان يحجزوا دور عند الحلاء زمان بالقرية مثلا ولكن أقول لهم الحلاقة بالفاس ولا الاعتماد على وزن الفاس تغير حرف الفاس الراس مش الراس الناس هي هي يعطيك العافي وطلعوا له بلونات العبيدة يعطيك العافي بالنجاح نطمنا لكم عرض رائع جدا للبلايباك شكرا لك هلا هلا مشاهدين على قناة هلا فاصل ونواصل غير شكل عرض مميز جدا بطمرة احكي لك خليكم معنا مشاهدين عدنا بعد الفاصل لنواصل بلايباك على مسرح مركز الشيخ زك دياب بطمرة لنتابع عرض غير شكل تلقائي مية بالمية خليكم معنا مشاهدين على قناة هلا بسعدنا يكون معنا أستاذ عادل عواد من طمرة اللي حكى قصته طبعا وعملوها على المسرح بلايباك أهلا وسهلا فيك أستاذ عادل بقناة هلا أهلا بيك أهلا بيك من رحب فيك ومئة مرحمة فيك أهلا وسهلا تحياتنا إلك أستاذ عادل يعني قديش أنت كان شعورك حلو لما تجربتك اللي حكيتها كقصة بوقتها كنت بإم الفحم احكين لياها لقناة هلا جدا كنت أنا كنت معلم مدرسة في إم الفحم وكنت أسكن في غرفي خاصة إلي كان عمرك عشرين كان عمرك عشرين سنين في يوم ما توفى عبد الناصر جمال عبد الناصر الله يرحمه فإلا أنا ما كان عندي راديو في ذلك الوقت لا تعرف الأخبار آه ما إن شاء نعرف الأخبار فوإلا طقة على الباب بدق على الباب فتحت الباب وإلا بالإشارات بيأشر لي وبساوي وأنا لا أعرف بهذا الرجل لا أعرفه وهو يببرم بالحارة أثري كلها يعني بدور بالحارة كلياتها إن شاء يخبر الناس إنه عبد الناصر توفى خلينا نشرح للمشاهدين أنه أخرس خلينا نشرح للمشاهدين إنه عنده إعاقة طبعا بالكلام أيوة بالإشارات يأشر لي وأنا لا أفهم هاي طبعا القصة حكيتها وعملوها قدامك المسرح اليوم أحكي لي تأحكي لك بطمرة كيف لقيت طبعا ردت فعلك أنت كيف كانت بالنسبة لك اللي أدموه الشباب والصبايا على المسرح فخر واعتزاز لهذه الشباب والشابات اللي هني قاموا في هذا التمثيل الرائع فعلا إشي يفتخر فيه وبرفع الرأس في وسطنا العربي يعني شفت حالك هناك على المسرح شفت تذكرت تذكرياتك جدا جدا تذكرت يعني رجعتني 50 سنة لورا مع كل التفاصيل يعني حكيت انتكي أشياء مختصرة هني عملوا منها قصة كاملة قصة كاملة وإلها هدف من وراها من ذلك الوقت أنا كل إنسان معاق جسديا أو كلاميا أو أي آخر أنا أنظر لهذا الإنسان كلنا بشر عندما قلت إنه كلنا بشر إنه إحنا كلنا مثلنا مثل بعضنا البعض يعني عنوان قصتك كان كلنا بشر وهني عملوا المسرح والمشهد قداما كنات تجربتك الأولى مع هيك مسرح؟ هاي أول مرة أنا بشوف مسرح من هذا النوع إنه الجمهور بحكي والممثل رأسا كل احترام وتقدير لهذا التمثيل الرائع اللي هو على المحل رأسا إنه هني بيعطوا القصة كاملة بحسب التمثيل تاهم أكيد يعني إبداع من الفنانين اللي شاركوا هنا إبداع رائع وهذا شيء يفتخر فيه في وسطنا العربي أكيد يعني أستاذ عادل أنت علمت مواضيع كتير بالمدارس ولكن هون ما فينا عادل لغة عربية هون ما في نص بالمكتوب باللغة العربية النص أخذوا منك أنت كلاميا وحقيقة كانت هذه الحادثة صارت معي من تلك الحادثة التي صارت معي أنا أنظر لليوم كل إنسان معاق لأن هذا جاء من رب العالمي نقول ذوي الإحتياجات الخاصة أو مثل ذوي الهمم حتى ذوي الإحتياجات الخاصة هؤلاء أكثر ناس اللي إحنا واجبنا نتعامل معهم بالشكل الصحيح لأنه هندي بشر مثلنا مثلنا أكيد يعني مسرح رائع جدا كان يوم بالنسبة للإبداع وأيضا كمان الرسالة اللي وصلناها أستاذ عادل بنهاية لقائنا بدك تختار رقم من واحد لسبعة من واحد لسبعة نشوف إسا بالأمثال كيف شطارتك هناك ستة رقم ستة في سبب ليس ستة؟ نعم في سبب ليس ستة؟ كنت أحب ستة الله يخليهن دائما كل الستات المثل بيقول فكرناهم رخصوا تلعو شو فكرناهم رخصوا تلعو بي طلعوا بي بعرفوش مش بعرفوش فكرناهم لا فكرناهم رخصوا تلعو بدون مصاري شو بيقول بلاش هاي هي طلعوا لبالونات للأستاذ عادل أعطيك العافية وإن شاء الله دائما هيك تجاربك تكون رائعة وتكون مستمتعة واعتزاز لنا نشوف شباب وشابات من هذا النوع بهذا التمثيل الرائع اللي رأسا بأخذوا يعني القصة وبعملوها بالتمثيل هذا هو طبعا المسرح البلايباك شكرا إليك وأهلا وسهلا فيك أستاذ عادل أهلا بيك وميت مرحبا فيك وفي بلدك وطمرة متابعين لقاءاتنا مشاهدين على قناة هلوة بساعدنا تكون معنا تغريد دياب وهي طبعا كمان تعمل في مسرح رح نحكي على تجربة البلايباك اليوم لشهادك تيها بتمرة صراحة عروض البلايباك بتمرة إشي جديد صراحة وأنا شخصيا حبيت الشي لأنه هيك شفت بالممثلين كيف ببدعوا بتميزوا بخيال هنا الواسع كيف بعملوا المسرحية ارتجالة إشي كثير رائع صراحة أول مرة بتحضري بلايباك أنا كل الوقت يعني بحضر مسرح ومشجعة للمسرح بما أني أنا بشطل مسرح كمديرة تسويق من شيء 14 سنة إني أول مرة بحضر بلايباك كنت بسمع فيها دايماً وتشوقت أني أحضرها لما عرفت أنه في بتمرة وأصلاً بتمرة أول مرة كمان بيجيبوا إشي هيك صح فحبيت أكون عشان أشوف مدى قديش المسرحية بلايباك بتعبر عن جد عن الإشي اللي عم نشوفه على المسرح وقته أكيد يعني كيف كان شعورك لما مثلاً حداً من الجمهور حكى قصته الأربع فنانين المشاركين على المسرح الممثلين أخذوا القصة وقدموها بحذفيرها يعني إحنا بنقول مع كل التفاصيل حتى اللي قاعد شاف حاله هناك أنا قلت أنه هاي الممثلين طبعاً يعني وأكيد 200% بدي يكون عندهم قدرات مش طبيعية إن هني يحوقوا القصة اللي عم تنحكي قصة حالياً يحوقوها ويحطوها برأسين ويمثلوها بهاي الدقة وبهاي التركيز وبهاي الحنكة أكيد تغريد يعني تجربة رائعة ونتمنىها للجميع تكون إحنا طبعاً ذكرت في البداية إنك بتعملي في مسرح أجيال احكينا شوى عن مسرح أجيال نستغل هيك وجودك على منصة قناتها ونسمع عن مسرح أجيال وين موجود بإدارة مين مسرح الأجيال بتمرة بإدارة محمود عكاشا هذا المسرح أقيم بالسنة الألفين واثنين الحمد لله إنه عنا إحنا عروض من أقصى الشمال لأقصى الجنوب بنعمل عروض لكل الأجيال من الأطفال اتدائي إعدادي ثانوي كمان أهالي لأهالي عروض مسائية ونجحين بتفوق والحمد لله أكيد طبعا إحنا قناة هلا بسعدنا أن نكون كمان يعني أي فعاليات عندكم كمان ابعتولنا دائما الدعوات وإحنا رح نلب الدعوة تغريد بنهاية كل لقاء إحنا طبعا مثل شعبي من واحد لسبعة بتختار رقم نقصه كلمة واحدة أما بحب الرقم سبعة وكتير بحبه بحس أنه رقم حظ إن شاء الله يكون رقم حظ رقم سبعة بيقول إذا اختلفت اللصوص بيكونوا سارئين شغلي طبعا إذا اختلفوا هناك بالتأسيم إذا اختلفت اللصوص بتبين السرقة هي هاي طلعوا لها بلونات لتغريد يعطيك العافية بالنجاح إليك دائما كمان بشغلك أيضا بمسرح أجيال شكرا الله بالنجاح لقناة هلا إن شاء الله دوامي للتقدم وإلى الأمام بكل شغلي وبكل مشاهدة وبكل شغلي بتعملوها شكرا إليك الله يساعدك مشاهدين على قناة هلا وهيك منختم حلقة مميزة جدا يعني تجربة خاصة جدا خضناها إحنا أيضا طاكم هلا بوجودنا اليوم بمركز شيخ زكيديا بتمرة لمشاهدة عرض بلايباك تلقائي جدا مثل ما سمعته طبعا حتى بالمقابلات وكنا نحب أن يكون جمهور أكبر لنأخذ أيضا ردة فعل الجمهور خاصة بإطار حين قصص من حياة اليومية ونشاهدها ممثلة تلقائيا بكل تلقائية وأيضا من الإبداع الفني على المسرح إذا كان من الطاقم هناك هالفنانات والفنانين اللي شاركوا طبعا بمسرح البلايباك قدرنا طبعا نأخذ هيك ردود فعل كمان من جمهور مع أنه كان قليل الجمهور هنا بمركز الشيخ زكيديا بتمرة كان معكم في الإعداد والتقديم بسيم على أمل نلتقي دايما بحلقات ناجحة جدا على قناة هلا وبس على قناة هلا إلى اللقاء